في سؤال رقم الثلاثة طلب مننا معادلات تنشيط والتخمين لمتمن أشغول خمسة نذهب إلى المتمن ونبدأ بالمرحلة الابتدائية والتي هي X50 كما تلاحظون X50 تنشيطها المرحلة القبلية المرفوقة بشرف والمعادلة هي X53 في X5 أو في حالة حدوث أي خلال في وقت معين وبالتالي معادلة تنشيط سوى X53 في X5 أو بمعنى زايد زايد X200 أما تخمين قبل التخمين لاحظوا معي جيداً في أفصلة جيبياً موجودة في مرحلة X20 لذلك دائماً نكتب زايد X20 تخيلوا لو أن F-جيبياً موجودة في مرحلة 201 ومثم الأمن يحتوي على ثلاث مرحة في هذه الحالة حذاري أن تكتب زايد X20 تصبح في هذه الحالة زايد X201 يجب التركيز أين يوجد فعل F-جيبياً نذهب إلى التخمين X50 تخملها المرحلة البعدية والتي هي X51 أما الأفعال لا توجد أفعال X51 تنشيطها مرحلة قبلية ما في قبشر X50 في X5 في X104 وتخملها المرحلة البعدية X52 أو في حالة وجود خلل لأن المثم الأمن وظيفته تنشيط مرحلة ابتدائية لكل أشغلات فقط ويخمل باقي المراحل المتبقية من الأشغلات لذلك X20 تدخل في مرحلة تنشيط في مرحلة ابتدائية فقط وتدخل في باقي المراحل التخمين الأفعال يوجد فعل وهو D-U ناقص دخول ساقرة فعل U نذهب إلى X52 X52 تنشيطها المرحلة القبلية X51 في U0 وتخملها مرحلة البعدية X53 أو في حالة وجود خلل زايد X200 الأفعال وهو فعل 1 كM22 أما المرحلة الأخيرة تنشيطها مرحلة X52 مرفوقة بشغل M0 وتخمر المرحلة البعدية والتي هي مرحلة ابتدائية X50 زايد X200 في حالة وجود خلل أما الأفعال فلا توجد